هي دي سنة ربنا في الخلق صحيح صحيح يعني هو خد من الولد إداله مال وإداله فلوس وغنى ولبس شيك جدا ولكن خد منه حاجة مهمة جدا ويعني البني أدم لما بيفقد أي عضو من جسمه ورجليه يعنيه بيبقى يعني فحالة من اليأس جديدة شوفي فندم هي نصح التعبير 24 إرات زي معبر علماءنا من قديم 24 إرات هو حد يفكر في الدنيا إنه هو عنده إرات ناقص أو زميله أو جاره أو حد خد حد يقول لي لا حد ممكن يقول لي لا ما أنا عندي الفقر وعندي الوارد وارد الوقت حد بس شلل وعندي فقر ممكن حد يقول كده طبعا إحنا جبنا نموذج فقر في مقابله غياب صحة مثلا إنما في حاجات تانية كتير قوي غير المال وغير الصحة طبعا في ربنا سبحانه طبعا يا سيدتي السعادة زمان لما حبوا يفكروا السعادة بتجي منين فبصوا على المال لقوا المال هو أكثر سبب لشقاء الإنسان مش ناقصه زيادته شوفي كده اسأليه أي راجل أعمال بيتنام كم ساعة في اليوم أه طبعا وليك أنا لا أنام ولا بأكل ولا عارف أرتاح مش عارف حتى تفسح ولا روح ولا أجل إن الشيفاء بروحوا بيجي يعني بروحوا بيجي بجسده روحوا وقلبه وعقله مش معاه ده شغال يا ترى هقدر مش هقدر هنمشي ازاي المليونة تبقى اتنين ازاي مليارة تبقى اتنين وهكذا والحديث واضح في هذا المعنى إذا كان لابن آدم وادم من ذهب تمنى أنا كله الثاني بقى يشتغل لحد ما يجيب ايه صح تخيالي بقى عشان يعمل وادة تاني حتى لو عنده وادة من ذهب لو قعد يصرف فيطر عمره وأولاده وأحفاده مش يخلص تمنى أنا كله الثاني ولا ملأ جوفه إلا الطرار عارف كمان يا شيخ سالم فيه برضو ظاهرة غريبة جدا يعني مثلا البني آدم يبقى بيشتغل وياخد مثلا مبلغ معاه فيبقى عايش بالمبلغ ده لما يزيد يبقى عايز الأكثر ويعطي يفكر طب أنا كنت زمان إزاي عايش بالمبلغ الأوليل وكان مكفي عارف المثل البلد البسيط وهو صحيح البرد على قد الغطاء تعالي بص حضرتك شوف الغلبان لما يجري شوية انفروانزة يعني شوية شاي كده مع شوية ينسون بتخلص المسألة وإذا خد يعني برشامة مسكنة ولا بتاعه بتخلص في حين ناس تانية قد تحتاج للسفة للخارج فهي الدنيا ربنا سبحانه مقسمة بهذا الشكل ومحدش لا بيموت ناقص عمر طب ولا بيموت ناقص رزق ولا حد بموت مجوه ربنا سثر العباد والكل بيرضى وكل بيمشي دخل مرة يا سيدتي رجل بسيط من اللي بنسموهم الصعاليك الفقراء الغلابة قوي على ملك من الملوك وقال له كده قال له أيها الملك أنا وأنت نشترك في واحد نشترك في اتنين ونختلف في واحد والدنيا يتلت حاجات أنا وأنت مشتركين في اتنين ومختلفين في واحد قال له إيه ده زي أنا تشترك معايا في اتنين يعني زي تشترك معايا في عاجة أصلا قال له أنا بقول لك كده الدنيا ماضن وحاضر ومستقبل الحاضر أنت فيه ملك وأنا صعولوك ماشي إنما اللي فات حتى وانت ملك وأنا صعولوك قد انتهى ما عدلوش إيمة بقى ذكرى عندك أنت أكلت مبادح مش عارف إيه أنا أكلت إيه نمت شبعا نمت جعا خلص فالماضي خلص واللي جاي لا تملك ولا أنا أملكه فقد أكون في موضعك وتكونوا أنت في موضعي اللي يفهم الأمور دي يا سيدتي يعيش مرتاح اللي يدرك يا أستاذة ده أهم بقى في الموضوع إنه ليس أمام رب منتكم بالمعنى الحرفي للكلمة إنما هو أمام رب أرحم الرحمين صحيح صحيح هو أرحم الرحمين وأكرم الأكرمين أرقف بالعبد من أمه يعني أنا فاكر في البرنامج ده ربني بريك لك حد اتصل بينا وقال ده إحنا فؤرة وغلابة ومرضى وعندنا 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 قعد فكروا إن إحنا أرقف على الناس دي من ربنا ربنا أرقف بيهم صحيح هو سبحانه وتعالى عمل ده لحكمة هو عارفها هو يعلمها وديد كل بني آدم على قد ما هو عارف إنه هيقدر يستحمل الابتلاق ده في إحدى الجامعات ومش بعيد قريب قوي اكتبت دي محاضرة محاضرة عام وبتكلم عن القدر كله خير خلصت المحاضرة جالي واحد سلم علي قال لي يا مولانا أنا كنت في يوم الأيام لاعب كرة ما حصلتش بس مجرد لاعب كرة جات لي إصابة في ركبتي الحياة قفلت في وشي ظننت إن أنا كده حياة انتهت قدر ربنا سبحانه وتعالى أن أتفرغ لدراستي وأبقى أن أهضأ أستاذ في الجامعة قال لي فانا أستاذيتي في الجامعة دي أحسن من الدنيا وما فيه بس ما أدركتش ده إلا بعد بقيت أستاذ وما افتكرتش ده إلا ما أنت قلت دلوقتي ألقدر كله خير ولحظة ما حصلت الإصابة كان شايف إنه الدنيا كلها سوداء وإنه ابتلاق شديد جدا طبعا وابتلاق ما أعادش نفع بعد وحاجة فأتمنى من إن الكل أنا بشر وانتي بشر دكتنا بشر وابنتألم صحية وربما نصل لحالة من اليأس والإحباط أحيانا إنما مش عايزيني يستمر حتى لو جال إحباط وجال حزن شوية خلاص شوية ونمحيه وننسى والحمد لله المصائب كلها تولد كبيرة جدا سرعان مات تلاشى صحيح والإنسان ما سمي إنسان إلا لأنه ينسى والله تعالى بكرمه ينسينا فربنا نسينا الهموم ونعيش في الأمل والأمل في حد ذاته يا سيدتي دين وعلاج دي لإني أنا عندما ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء فنظن بالله الخير يكون علاج العالم كله نهضب يعالج بالأمل بالتفاؤل فأتمنى إن الكل يفهم هذه المعاني ويعيش رادعاً ربنا سبحانه وتعالى أشار ربنا يرضى عنه ولم يرضى دليل إنه في أمراض كتير جدا من ضمن العلاج إنه لابد إن المريض يكون عنده أمل وحابب إنه يعيش فيقدر إنه هو يعني يغلب المرض ويغلب المشكلة اللي عنده ده كل الأمراض طحيح يعني ما فيش مرض ولا كان حتى في الوانزة ده إنه أسلام لما دحل على الرجل اللي عنده حمى إنه لا يوجد في الوانزة حمى فبيقوله إن شاء الله حمى يعني شدة وتزول وتشهد معنى لجماعات فالرجل قال له لا 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 إنما هي حمى تفور على رجل عكور يعني كبرت في السن بقى خلاص تسلمه إلى الكبور قال له كما كنت اللي أنت عايزه يكون هي كما كنت زي ما أنت شايف فحتى والله الإنفلوانزة محتاج يكون عندنا ثقة في الله واطمأنينة ويقين في الله وحسن نظرنا وتفاقل ربنا هيوذهب الهموم صحيح ما حدش هيخل برضو معلش ناس بسرعة قوي لا تفضل ما حدش هيخله من الهم اوح حضرتك تفكري إن فيه حد ما عندهش هم لكن الله ينزل هذه الهموم على قدر تحمل الإنسان وليس على قدر علاقة الإنسان بربه تحضر التفصيل نخليها بعدين